لو قام الأسد بمواجهة الجاكوار من سيفوز في هذه المعركة الملحمية؟ تخيلوا صراعاً بين ملك الغابة وأحد أشرس المفترسين في العالم في هذا الفيديو سنتعمق في عالم الحيوانات ونستكشف القوة، السرعة، والاستراتيجيات القتالية التي تجعل كل من الأسد والجاكوار من أروع الكائنات المفترسة أحزموا أنفسكم وانضموا إلينا في هذه المغامرة المليئة بالإثارة والتشويق حيث سنكتشف من سينتصر في هذه المواجهة المذهلة الأسد أم الجاكوار في عمق الغابات المظلمة، يتجول الأسد برشاقته وقوته مظهراً سيطرته الواضحة على ملكوته يتسم هذا الكائن المهيب بشعره الذهبي الذي يلمع تحت أشعة الشمس ويبرز عظمة رجلته مع كل خطوة يخطوها لكن هل تعلم أن الأسد هو الوحيد بين القطة الكبيرة الذي يعيش في مجموعات؟ نعم، إنه يعيش في فخر مدهش حيث تلعب كل أنثى دورها في حماية الصغار وصيد الطعام بينما يتولى الذكور حماية حدود الفخر وفي لحظات التهديد، يظهر الأسد جانباً آخر من قوته مع زئيره الرهيب، يستطيع أن يرعب حتى أعتى المخلوقات وينبهر الجميع بقوة هذا الصوت الذي يسمع على بعد كيلومترات أتخيل هذا، الأسد يستطيع أن ينام حتى عشرين ساعة في اليوم ليكون جاهزاً لمواجهة أي تحدي في أوقات النشاط ولكن لا تنخدع بكسله فحين يحين وقت الصيد، يتحول إلى آلة صيد لا تعرف الرحمة الأسد، إذن، ليس مجرد حيوان بل هو رمز للقوة والعظمة التي تجعلك تتأمل وتبهر ستبقى مدهوشاً أمام جماله وقوته وروح الفخر التي يحملها هل كنت تعلم أن الأسود ليسوا مجرد ملك الغابة؟ بل هم أيضاً مخلوقات مذهلة تثير الدهشة؟ تسلق الأشجار نعم، رغم حجمها الكبير بعض الأسود يمكنها تسلق الأشجار هذا يساعدها على الهروب من الحشرات المزعجة أو للحصول على بعض الظل في الأيام الحارة معارك النفوذ الأسود الذكور لا يتراجعون بسهولة يمكن أن تشهد معارك ضارية بين الذكور لتحديد من سيصبح ملك الفخر حيث يتقاتلون بعنف ويظهرون عضلاتهم وزئيرهم الرهيب التعاون الاستراتيجي إناث الأسود تتعاون بشكل رائع عند الصيد باستخدام استراتيجيات ذكية ينجحن في إحاطة الفريسة والسيطرة عليها مما يجعل الصيد الجماعي أكثر فعالية التواصل عبر الزئير الأسود تستخدم زئيرها بطرق مذهلة للتواصل يمكن أن يسمع زئيرها على بعد ثمان كيلومترات مما يساعدها على إرسال إشارات تحذيرية وتحديد مناطق النفوذ حياة ليلية الأسود تفضل النشاط ليلاً حيث تنطلق للصيد والتجوال بعد غروب الشمس هذه الحياة الليلية تجعلها صياداً بارعاً في الظلام أساطير وقوة الأسود كانت رمزاً للقوة والشجاعة في الأساطير القديمة عبر الثقافات المختلفة حيث تعتبر رمزاً للأناقة والقوة الهائلة الليكور النمر الأمريكي أو الجاكوار هو المفترس الأكثر رعباً في أمريكا اللاتينية يعتبر ثالث أكبر السنوريات بعد الببر والأسد صممت أجسادها بأرجل قوية ومخالب حادة وبنية ممتلئة لمصارعة فرائسها وكسر أعمدتها الفقرية يعتبر خنزير الماء الأكلة المفضلة لدى الجاكوار كما أنه يتغذى أيضاً في الغالب على الغزلان والخنازير البكرية والكيامن أو القواطير الأمريكية الصغيرة وفي بعض الأحيان أيضاً على القرود والتبير والثعابين يعد الجاكوار حيواناً عزالياً ومفترساً انتهازياً وله أسلوب قتل يميزه عن باقي السنوريات تتمثل استراتيجيته في التمويه وملاحقة فرائسه بفضل الرقط الموجودة على جلده التي تساعده على الاندماج مع الغابة الكثيفة عندما يكون قريباً من إحدى فرائسه ينقض عليها ويعض رقبتها حتى تنكسر وإذا كانت الفريسة صغيرة بما يكفي فقد يعض حتى من خلال الجمجمة لطعن الدماغ بأنيابه الطويلة مما يتسبب في شل حركتها ونفوقها على الفور تتطلب استراتيجية القتل هذه قوة عضي هائلة والجاكوار هو الأقوى بين جميع القطط حتى أقوى من النمر السيبري الأكبر منه بكثير يمكن لفك الجاكوار توليد 900 كيلوغرام من القوة مما يمكنه من سحب حيوانات ثقيلة جداً حتى إنه يمكنه كسر قوقعة السلاحف التصنيف والنوع الجاكوار بانثيرا أونكا هو عضو في عائلة السنوريات وهو النوع الوحيد من هذه العائلة الذي يوجد في الأمريكتين يعد الجاكوار من أكبر القطط البرية في نصف الكرة الغربي وثالث أكبرها في العالم بعد النمر بانثيرا تيغريس والأسد بانثيرا ليو الموطن والنطاق الجغرافي يقطن الجاكوار في مجموعة متنوعة من البيئات الطبيعية بما في ذلك الغابات المطيرة المدارية والسافانة والمستنقعات والغابات الجافة يمتد نطاق وجوده من جنوب الولايات المتحدة في الماضي عبر المكسيك وأمريكا الوسطى إلى معظم أجزاء أمريكا الجنوبية بما في ذلك الأمازون السمات البدنية يتميز الجاكوار بجسم قوي وممتلئ وبرأس عريض وفكين قويين فراء الجاكوار مزخرف ببقع سوداء على شكل وردة تعرف بالوريدات مع بقع أكبر وأكثر تفرعا من تلك الموجودة في الفهد النمر الأفريقي السلوك والتكاثر الجاكوار حيوان انفرادي إلا خلال موسم التزاوج أو عند تربية الصغار تلد الأنثى عادة إذن ربع جراء بعد فترة حمل تستمر حوالي تسينيع تيلي يتراوح وزن ذكور الجاكوار بين تسعين إلى مائة وعشرين كيلو جراما في بعض الحالات يمكن أن يصل وزن الذكور الكبيرة إلى حوالي مائة وخمسين كيلو جراما الإناث تكون الإناث أخف وزنا حيث يتراوح وزنها بين ستين إلى ثمانين كيلو جراما الطول الجسم يتراوح طول جسم الجاكوار من الرأس إلى قاعدة الذيل بين متر ونصف إلى مترين الذيل يتراوح التواصل الاجتماعي الأسود تعتبر من بين أكثر القطة الكبيرة ذكاء ويرجع ذلك جزئيا إلى طبيعتها الاجتماعية تعيش الأسود في مجموعات تسمى فخر وتستخدم مجموعة متنوعة من الأصوات والإشارات البصرية مثل الزئير والحركات الجسدية ولغة الجسد للتواصل مع أفراد مجموعتها التكتيكات الجماعية تظهر الأسود قدرة على التخطيط والتنسيق الجماعي أثناء الصيد الإناث في الفخر يتعاون بشكل استراتيجي حيث يقومن بمطاردة الفريسة من زوايا مختلفة مما يزيد من فرص النجاح هذا النوع من التخطيط والتنسيق يعكس مستوى عاليا من الذكاء الأسود قادرة على التعلم من التجارب السابقة وتعديل سلوكها وفقا للظروف المتغيرة على سبيل المثال يمكنها تغيير استراتيجيات الصيد أو البحث عن مأوى بناء على تغيرات الطقس أو توفر الفريسة حل المشكلات على الرغم من أنها تعتمد غالبا على القوة الجسدية تظهر الأسود أيضا قدرة على حل المشكلات خاصة في بيئات حدائق الحيوانات حيث يتم تحديها بألعاب وألغاز تهدف إلى تحفيزها عقليا التواصل الفعال الجاكوار مثل الأسود يستخدمون مجموعة متنوعة من الأصوات للتواصل مع بعضهم البعض أصواتهم تشمل الزئير والأنين ويمكن أن تعبر عن حالات مختلفة مثل التحذير أو الرغبة في التواصل استراتيجيات الصيد الجاكوار يظهرون ذكاء كبير في استراتيجيات الصيد يتبعون نهجا دقيقا وفعالا حيث يقتربون من فريستهم بصمت وحذر ثم يهاجمون بسرعة عند اللحظة المناسبة هذا يتطلب تخطيطا دقيقا وفهما لطبيعة الفريسة القدرة على التكيف الجاكوار قادرون على التكيف مع بيئات متنوعة من الغابات الكثيفة إلى السفانة هذا التكيف يشمل التغيير في أساليب الصيد والمأوى بناء على التغيرات البيئية حل المشكلات يظهر الجاكوار قدرة على حل المشكلات خصوصا في بيئات حدائق الحيوانات حيث يتم تقديم ألعاب والغاز لتحفيزهم عقليا قدراتهم في استخدام الأدوات والبحث عن الطعام تعكس ذكاء عاليا سرعة الجري الأسود يمكن أن تصل سرعتها إلى حوالي ثمانين كيلو مترا في الساعة واحد وأربعون ميلا في الساعة عند الجري لمسافات قصيرة هذه السرعة تساعدها في مطاردة الفريسة والقبض عليها بسرعة السرعة القصوى يمكن للأسود أن تتسارع بسرعة عالية في غضون ثوان قليلة مما يسمح لها بالانطلاق بسرعة عند بدء الهجوم على الفريسة سرعة الجاكوار تشابه سرعة الأسود إليك المعلومات المعدلة سرعة الجري يمكن للجاكوار أن تصل سرعتها إلى حوالي ثمانين كيلو مترا في الساعة خمسة وأربعون ميلا في الساعة عند الجري لمسافات قصيرة وهي سرعة مماثلة لتلك التي يمكن أن تصل إليها الأسود السرعة القصوى الجاكوار قادرة على التسارع بسرعة عالية مما يساعدها على مطاردة الفريسة بفعالية مدة السرعة بعد هذه المقارنة لابد من تحديد من سيفوز البعض يعتقد أن الأسود سيفوز بينما يعتقد البعض الآخر أن الجاكوار هو المنتصر لكن أيهما الصحيح؟ حسناً لنفترض أن الجاكوار سيفوز بنسبة تسعة وأربعين بالمئة مقابل واحد وخمسين بالمئة للأسود الفائز هو وانت عزيزي المشاهد من تعتقد أنه سيفوز؟ ترجمة نانسي قنقر